يستنوه هم النصارى يستنوه يشكون هذا أمير المؤمنين هذا اللي عنده الجيش كامل وهذا القوة العظيمة أعظم قوة في العالم هذا الوقت في عهد عمر بن وخطاب فالآن هذا الرجل الذي رمى هذا الرمية العظيمة هذه من هو؟ أو جاي هو يستلم المفاتيح يقعدين يشوفوا شكون هذا الإنسان هذا داخل عمر بن وخطاب ونعليه في يديه والبغلى معه وداخل يمشي عادي رجل متواضع عادي ولما قال المسلمون في ذلك قال لازم بروتوكولات ويسنبين روح بلية راه أمير هذا راه إنسان عظيم راه يحكم أول دولة عظيمة دولة المسلمين فلما قيل له ذلك قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام وما بتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله وتبقى اليوم القيامة ما كاش واحد مسلم يحوس على العزة في غير الإسلام تحوس عليها في الليبيرالية ولا العلمانية ولا الإلحاد ولا النصرانية ولا الكفر ولا تحوس عليها ومن عارفو يتحوس عليها يبقى ينذلوا ونقول قلنا نذلوا صفحات من التاريخي الذل مرت على المسلمين اليومين هذا منهار سقطة الأندلس وننذلوا 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 ما نعافو الرايحين نسأل الله يرفع عنا هذل هذا لا قاعدين نحوسوا قاعدين نحوسوا في أحد الحلول هاو الكتاب بتعربي معنا قلنا له غير هذان ما نحوسوا ش عليها قاعدين نحوسوا عليها منا في الديمقراطية في الليبيرالية ها سنة نديروا منا سنة نعملوا منا سنة نرفضوا المرأة لفوق نحطوا الرجل تحت صباط ها سنة نديروا درنا كل شي ما تطورناش قينا احنا احنا لأن ابن باديس يقول واحد الكلام شباب قال نحن العرب كي يقولوا العرب يدخل فيها القبائل قبائل الأمازيغ وكذا هذو هم القبائل الكبار منهم قبائل الأمازيغ اللي هم البربر هذو دخلين مع العرب لما يتلفظوا ذلك لأنهم عندهم نفس الطبع الطبع القبالي طبع القبالي تلقى العرش وتلقى رئيس قبالي عندهم نفس العادات نفس العادات ما مش كم العجم هذه الأصل في التاريخ فلما كان هذا قال نحن العرب وهو أمازيغية لو يتكلم ما? اه اه ابن باديس او صنهاجي ماذا قال? قال لهم نحن قوم لا يصلحنا الا الدين.